السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة عالم لاندرويد اليوم باذن الله رح نشرح لكم برنامج ببي ام ببي ام نزل في نسخة قديمة على جوالات لاندرويد وعلى الايفون بس ما نزل على النسخ غير من 4.1 4.2 فيما فوق اليوم بعد ما نزلت نسخة ببي ام للتلفونات نسخة خوز الزن جبيل رح نشرح لكم برنامج رضا الناس اللي ما عرفت تستخدمه لحد الحين البرنامج هذا هو اول ما تفتح البرنامج رح تطلع عليك هذي الشاشة انشاء للي يعني اذا انت اول اول ما تستخدم ببي ام و تريد انشاء حساب عشان البنوها طبعا من هنا تكتب اي اميل عندك كلمة تصر تكتب سؤال استعادة كلمة تصر هنا الجواب هنا الاسم هنا اختياري حدد بلدك لا تنسخ الخيارين هذيلا لازم هني توافق ولا الحساب ما بيستوي انا طبعا عندي حساب من الاول اذا عندك حساب من الاول تسجل تسجيل الدخول خلاص تكتب كلمة تصر والبريد الالكتروني تسجيل الدخول ننتظر بعد الوقت يسترجع ملوماتك طبعا هذا ساب من الاول هذا البن حقي نسناس العلوي او اذا تريد تكتب اي شيء اي نكنيم عالي اذا تريد تريد اصدقائك متابعة طبعا مثل ما تشوفون هذا البب بي ام مثل ما اذا تروح درجات ماشي من الاول اول شيء طبعا نعلمكم كيف استقبال الاضافات واسألة طبعا اذا كنت تريد تطويف شخص ما الدعوة الى ببي ام لك عدة خيارات الدعوة تدعى للبرنامج من سناصية والدعوة عبر البريد الكتروني طبعا رسالة بريد الكتروني او الدعوة عبر رمز بن اللي اكثرني من استخدامه هذا طبعا البر كود وخلت الشغلات الرمز الشريطي طبعا مثلا بنجرب دعوة بمز بن تكتب البن هذا المكان طبعا البن مع ثم حرف المهم تكتب هنا واذا تريد تطرش له رسالة مثلا تعرف بنفسك خلاص تق رسالة نرسل له واذا واذا واما اذا كانت جسمة انتم حد ترشلك رسالة اضافة وتكون هناك تم لرسالة وتطلع كل ما عليك الدقو موافقة وخلاص واما اذا كنت تريد طبعا هذا جهة الاتصال هنا المجموعات في عدة خيارات لازم تعرفوها اول شيء ارسال رسالة بث يعني ترسل حق اللي كامل حق اللي عندك فلسة كامل دردشات ارسال رسالة بث هذا الخيار طبعا ترسل مثلا رسالة في هذة المنطقة شو ودعا هذا تك هنا طبعا اذا طريد تتحدد احد معينين من لسة او اذا طريد كلهم بضبط تحديد الكل ودك على تم رسالة مثل ما تشوفون ارسالة كامل رسلت بس لانه ما ظهر هني عندنا الرسائل الخاصة كامل هذا طبعا اذا هذة الصورة تبدلها مثلا ندق على هذة استبدال الصورة اذا يستوفي نماذج من ضمن البرنامج تقدر تختار منها او الصور من الستوديو طبعا طريقة سهلة وكلمة كني عرفها تشوفون اي شيء اي صورة اذا تريد اضطوا هذا الفولدر بي ام مثلا هذة الصورة خلاص الصورة تريد تغير النكنيم هذا اذا كنتو البن مثلا ما حفوين البن اذا كنتو البن مثلا ما حفوين البن طبعا ما تحطوه هنا تبو تنسخ ونسخ تشارقوه مع ثقاكم او اي شيء اذا كنتو تريد تحذف الشخص عندك في البي بي ام تضغط على الشخص بتحصلو اخر اخر خيار هذا حذف طبعا حذف النكنيم اللي هو حاطنه ودق على حذف وش اسمه ودق مرة ثانية حذف طبعا ما بحذفها اضغاء هاي التربشات هذة التحديثات اذا يعني حتغير صورته حتغير النكنيم حت يعطيك في شغل يجب اضرككم اياها مثلا هذا الشخص له نكنيم ثاني ما اريد انه اريد ان احفظه باسم تك على هنا تكتب اي اسم تريده عشان ينحفظ تريد تشوفوا الصورة هذي الصورة تدق على الصورة تكبرها اذا تريد تحفظ الصورة طبعا تدق على خيارات حفظ تنحفظ الصورة عندك في الستوديو تحصلها هذي الاهم الاشياء العامة عندك يخل في بي ام وللحين ارفتكم فيها فتريد سنشو برامة اشياء اسمها دردشات مجموعات اراحتكم مثلا اريد اضيف اريد احفظ دردشة جماعية مثلا ما شفته دعوت المزيد وتختار كل حد تريد اضيف عندك في الستوديو دردشة جماعية طبعا دردشة جماعية غير من الجروب الجروب هذا هو يكون يكون منوع دردشة الطصة وارفيدة يكون مختلف الاشياء طبعا اتمنى اني كفيت ووفيت في الشرح لا تنسونا من الدعم للقناة اي سؤال او يستفسر عن بي ام اكتبوه تعد في التعليقات وان شاء الله رابط التحميل ووجود في دول البلاي بس ما مشكلة بحط الكمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر